مدبولي يستقبل نظيره العراقي في مستهل زيارته لمصر عشية عقاد الاجتماعات اللجنة العليا المشتركة برئاستيهما شكري يشدد على ضرورة تضافر الجهود لوقف تصعيد المستمر في الأراضي المحتلة ويطالب بخلق مناخ داعم لإعادة إحياء عمليات السلم رئيس المفوضية الإفريقية يحذر من عواقب الأزمة السودانية على المنطقة ويطالب بحوار وطني شامل لحل الأزمة السادسة مساء بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت جرانيج نشرات إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمطار القاهرة الدولي رئيس وزراء العراق محمد شيع سوداني الذي يزور مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى لترأس اجتماعات الدورة الثانية لللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق وأقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له حيث من المقرر أن يترأس رئيس وزراء مصر والعراق غدا اجتماعات الدورة الثانية لللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بحضور الوزراء من الجانبين المصري والعراقي كما سيتم عقد منتدى رجال الأعمال من البلدين وسيتم في ختم اجتمعات اللجنة العليا المشتركة توقيع عدد من وسائق التعاون بين مصر والعراق في عدة مجالات أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دعم الحكومة لتوطين الصناعة وتعميقها وزيادة نسبة المكون المحلي في مختلف قطاعاتها وتقديم المحفزات وتيسيرات المطلوبة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وعدد من رؤساء الغرف الصناعية ومسؤول المصانع والشركات في عدة قطاعات حيث أكد مدبولي أن الاجتماع يأتي كمقدمة لسلسلة من الاجتماعات واللقاءات التشاورية لمناقشة واستعراض عدد من المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق مستهدفات توطين وتعميق الصناعة مشددا على ضرورة التزام الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي بما يسهم في دعم مختلف الصناعات الوطنية ترجمة نانسي قنقر الرمال البيضاء والكوارتز وتعظيم القيمة المضافة من الصناعات القائمة على الثروة المعدنية وخلال اجتماع لبحث فرص تعظيم الاستفادة من الثروة التعدينية في توطين الصناعات التكنولوجية الدقيقة أشار مدبولي إلى أن هناك تكليفا بالعمل على إعداد دراسة متكاملة بهدف توطين صناعة الرقائق الإلكترونية والألواح الفوتوفولتية كما أكد رئيس الوزراء أهمية الخطوات التي تتم لبدء تنفيذ مشروع إنتاج السيليكون المعدني بالعالمين الجديدة إن دعواتي للحوار الوطني تأتي من يقين رازخ لديه بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانية التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات والذي أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوي كافة الأراء ويجمع كل وجهات النصر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستوى يعقد الحوار الوطني غدا ضمن المحور الاقتصادي جلستين حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام وعلى التوزي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والاقتمان والديون وفي لقاء خاص لتلفزيون المصري مع عضو مجلس نواب أحمد علي إبراهيم أكد على أن القانون المقترح حول حرية تدول المعلومات يحمل أهمية كبرى للمنظومة التشرعية في مصر وأشار إلى أن القانون المقترح بنظم حرية وإتاحة وتدول المعلومات في صورة تنصيق المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير مهم جدا في البداية نبقى الحوار الوطني وحالة مش مرحلة ده مهم جدا جدا مهم جدا أنه كل المقترحات أو السياسات البديلة اللي بتطرح يكون هدفها تحسين جوضة حياة الناس لأن الناس ما حسيتش أنه كل السياسات البديلة اللي بتطرح أو كل مناقشاتنا مش هتنعكس على الوضع الاقتصادي وتحسين حياتهم فمش يحسوا أننا بنعمل لهم حاجة النهاردة بالناقش ثلاث حاجات مهمة جدا في لجنة مباشر حقوق السياسية زيارة أعضاء مجلس النواب وده يعني رغم كل المقترحات اللي قدمت في الأساس مرتبط بعرض من يحق ليهم الانتخاب بعرض أصوات الناخبين سواء في النطاق الجغرافي الخاص بالديرة أو المحافظة الأمر الثاني بالنقش حاجة مهمة جدا في لجنة الحقوق الوحيوليات وهو قانون حورية دول المعلومات قانون ده مهم لعدة اعتبارات أول حاجة أنه استحق دستوري وفقا لدستور 2014 وفقا للمادة 63 أنه في ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي أطلقها الرئيس في سبتمبر 2021 ده شيء مهم جدا في الفقرة الخامسة منه في ظل الثورة التكنولوجية للمعلومات اللي موجودة فيه اقتصاد اسمه اقتصاد المعارفة ده مبني على فكرة حورية دول المعلومات فيه اقتصاد رقمي في ظل ثورة تكنولوجية ده مهم جدا قانون حورية دول المعلومات مهم جدا لحماية حقوق المستخدمين وبياناتهم الشخصية أيضا مهم جدا لتحسين مناخ الاساسمار لأنه اي حد عايز اسمه سمر وعايز يدري تسوق كويس وما فيش بيانات أو حورية دول المعلومات حقيقية هيبقى ده شيء معيخ للاساسمار أيضا مهم جدا في ظل الجرائم الإلكترونية واستخدام البيانات الشخصية فقانون حورية دول المعلومات مهم جدا جدا أيضا فيه ترتبنا فيه مؤشرات شفافية ونزاهة فأنا شايف أنه من أهم القوانين وأهم الموضوع اللي بتطرح النهاردة في لجنة حول الحريات أكد عضو مجلس النواب عصام هلال عفيفي أن قضية تفرغ نواب مجلسين نواب والشيوخ هي حق وليس التزام ويجب على الجهات الحكومية أن تمنحه هذا الحق الجميع يكد أزعم أن الجميع اتفق على المستجدات والزيادة السكانية بتستلزم أن يكون هناك زيادة في أعداد أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ ولكن الاختلافات فيه بقى؟ الاختلافات أن نحن نوضع محددات هذه الزيادة الأرقام اللي في الزيادة دي تبقى أديه على أي أساس أزود ويمكن نحن برضو حتى من وجهة نظرنا كمستقبل وطن وطرحناها داخل أرواقات الحوار قلنا أن نحن ما عندناش منع أن نحن نزود في زيادة أعداد مجلس النواب والشيوخ ولكن لابد قبل أن أتخذ قرار بزود الرقم قد إيه أو أنا زود أو أسع في الدوائر أو أقلل في الدوائر أو أي من كان التوافق على إيه أنني أبقى عندي حصيلة أو إحصائية حقيقية من الأجزاء الرسمية للدولة بعدد سكان مصر في 25 وأبدأ أعمل المقارنة ما بينها وما بينها عدد سكان مصر في 20 وأبدأ زي ما حصل في حكم أحد أحكام المحكمة الدستورية العليا اللي وضعت العتبة الانتخابية أبدأ بناء عليه أبدأ أحط العتبة الانتخابية لصوت المرشة وبناء عليه أبدأ تأسيم الدوائر قال عضو مجلس الشيوخ إيهاب أبو كليلا إن الدستور كفل حرية تدول المعلومات لكل المواطنين مشيرا إلى أن الموضوع يتعلق بكافة مناح المجتمع واعتمثلوا في حق المواطنين في معرفة الحقائق من مصادرها الأصلية المحور السياسي الذي شرفت بالمشاركة فيه لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان هذه اللجنة نقشت عدة ملفات الملف الأول الذي نقشته في جلسة الحوال الأول هي ملف التمييز وضرورة إنشاء مفوضية للتمييز كاستحقاق دستوري اليوم نتحدث عن قانون تداول المعلومات كاستحقاق دستوري تبقى لنص المادة 68 من دستور مصر الحالي 2014 والذي أصبح ضرورة ملحة كما دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 عند وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في النقطة الخامسة المحور الرابع حرية التعبير إلى ضرورة إصدار قانون لتداول المعلومات والبيانات والإحصاءات هذا القانون أصبح من الأهم بمكان أن يتم وضع خطوط عريضة حتى يظهر إلى النور من جانبه أكد عضو مجلس النواب طارق رضوان أن قانون حرية تداول المعلومات هو أحد القوانين الهامة في مجال سوق تداول المعلومات مشيرا إلى أن الهدف من القانون هو تحقيق الشفافية والنزاهة حرية تداول المعلومات هو حق أصيل للمواطن المصر ولو حضرتك أخذنا هذه القاعدة كقاعدة منظمة سنجدها بداية من إصدار الاستراتيجية الوطنية للحقوق الإنسان والتي نصت على استحداث مثل هذا القانون في طيات هذه الاستراتيجية والتي استدرت في سبتمبر 2021 ولو أخذناها بالراجع عندما تم تعديل الدستور في عام 2014 نصت المادة 68 على ضرورة استحداث هذا القانون لا أفوتك في الحديث أيضا أن هناك مواثيق ومعادات دولية أبرمطع مصر من ضمنها النص الخاص بضرورة استحداث هذا القانون وفي ظل عصر السماوات المفتوحة وحرية تداول المعلومات في ظل كمان وسائل التواصل الاجتماعي اللي موجودة فالمعلومات موجودة ومطروحة بالشكل ولكن وجب علينا وضع الإطار المنظم لتداول مثل هذه المعلومات وتيسير توفير هذه المعلومات للمستخدم وأيضا وضع الإطار التنظيمي من خلال رؤية واستراتيجية وأهداف منظمة لمشروع هذا القانون أكدت مرسى محروس وكيلة لجنة الاتصالات عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن الحوار الوطني يعكس حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع مؤشرة إلى أن الهدف من الحوار الوطني هو خلق حياة سياسية أكثر تنوعا الحقيقة ما قامت عليه فلسفة الحوار الوطني أيمى على فكرة تبني استماع جميع الأراء وتباينها ويمكن فكرة تباين الأراء هو ما يزيد وما يسر قيمة الحوار الوطني من قيمة لأن إحنا لو فتحنا موضوعنا وحضرتك حوالي نفس الموضوع هيكون عندي وجهتين نظر متبينتين وليس معنى ذلك أن يكون أحد منهم هو الأصح ولكن هناك وجهات مختلفة لنفس ذات الموضوع ومن هنا جاءت فكرة الحوار الوطني أن يكون هناك استماع لجميع الفئات السياسية استماع لجميع الأطياف والأيدولوجيات السياسية المتبينة استماع للشباب، استماع لكبار السن، استماع للمرأة، استماع للخبراء استماع متبين حول نفس ذات الموضوعات لما له من أهمية خروج الطرح في النهاية بشكل له قيمة تناسب قيمة التعددية التي تبناها الحوار الوطني قال محسن سيميكا رئيس تحرير موقع الموقع إن مصر تقف على أعتاب مرحلة سياسية جديدة بعد الدعوة لإطلاق الحوار الوطني حالة مهمة، السيد الرئيس ألقى بحجر في المياه الراكدة منذ الدعوة 26 إبريل أنا أرى أن مصر كانت في إطار وأصبحت في إطار آخر بعد هذه الدعوة الوضع السياسي بالتأكيد بينعكس على الوضع الاقتصادي، بالتأكيد بينعكس على أوضاع أخرى حينما يكون هناك مجال في هذا الحوار الوطني لحديث من كل السياسة من كل المهتمين بالعمل العام والحالة العامة لأن الموجودين هي مش بس رؤسة حزاب سياسية موجودين هي رجال قانون ورجال اقتصاد ومشرعين ونواب وكل فئات وطائف المجتمع إذا بنتكلم على واحدة من أهم الملفات، زي ما حاجة ذكرت وهي قانون حرية داول المعلومات واحدة في أمس الحاجة للتشريع خلال الفترة المقبلة مصر كدولة كبيرة، مصر كدولة عظيمة، رائدة لها دور في المنطقة، لابد من إيجاد هذا التشريع بشكل عاجل وضروري لأنه للتنظيم رقم واحد قبل ما يكون إفادة للمجتمع هو فائضة أيضا للدولة بشكل عام في شكلها الرسمي وفي إطارها الرسمي تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم صالونا نقاشيا حول جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني تدور الجلسة الأولى من الصالون حول ملف عدد أعضاء مجلسي نواب والشيوخ والتفرق لعضوية المجلسين من حيث كفاية العدد وأهمية تفرق النواب للعمل النيابي ورواتب النواب وتناقش الجلسة الثانية قانون حرية تداول المعلومات شدد وزير الخارجية سمح شكري على ضرورة تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية على مستوى الأمم المتحدة من أجل وقف التصعيد المستمر في الأراضي المحتلة وخلق مناخ جديد داعم لإعادة إحياء عملية السلام وخلال استقباله المنصق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلند أعرب شكري عن القلق البالغ حيال استمرار تصاعد وطيرة العنف وكثافة الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وما ينتج عنها من سقوط ضحايا وجرحة مستعرضا الجهود التي بدلتها مصر خلال الفترة الماضية لتهديئة الأوضاع الميدانية من جهته أعرب المنصق الأممي عن تقديره لدور مصر المحوري في عملية السلام وتطلع الاستمرار التنصيق مع مصر من أجل الخروج من حالة الجمود الحالية في عملية السلام ووقف التصعيد الجاري وإعادة الأمل في إيجاد تسوية نهائية وشاملة وعادلة للقضية الفلسطينية أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على تطوير وتعميق الشركة الاستراتيجية بين مصر واليونان خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة وخلال اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني الجديد فاسيليكيس كاسكاريكلس حرص شكري في مستهل الاتصال على تهنئة نظيره اليوناني على توليه مهام منصبه وقد تم خلال الاتصال التشاور بين الوزيرين حول سبل دفع العلاقات السنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وفي مجالات الطاقة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما عقد مجلس النواب الليبي جلسة اليوم برئاسة المستشار عقيل صالح بمدينة بنغازي واستعرض رئيس المجلس ونوابه عددا من الملاحظات على تطورات أعمال لجنة 6 زائد 6 المشتركة والمشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين وتطرقت أراء مجلس النواب الليبي إلى ملفات الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعدد من مواد الدستور وعملية الإعمار وتوزيع الثروات وغيرها من الملفات شدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح على ضرورة توجيه المؤسسات المعنية في سبيل فرز بطاقات المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات وأشار صالح إلى أن أهمية وضع الأمور في نصابها الصحيح بشأن هذه الأمور لما لها من صلة بالحقوق السياسية للمواطنين الليبيين أعرض أن يكون هناك توجيه قوي للنائب العام والسجن المادني بلرورة تفرز عملية الأرقام للحق المتاخب هو الليبي الليبي من؟ هو اللي يرتبط بجنسية يعني علاقة قانونية بين الدولة والمواطن وهو الجنسية لابد يكون عندها جنسية يعني حق الترشع وحق الانتخاب هذا هو الحق السياسي الأول هذا يعطيه للليبيين الليبي هو من يحمل الجنسية الليبية لكن هناك كثير من الموقمين في اللي يستفيدون في اللي كذا لكن تترك الأمر بهذا الشكل فأول حاجة يصدر خرار شديد السيد النائب العام لازم يبتوا في الأمر هذا بينوه ويحصلوا الأرقام الوطنية الليبي 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 اللي يأخذ الجنسية الليبية سوى بطريقة الجنس ولا ليبي بالأصل هذا ليبي لكن شخص مقيم في ليبيا وهذا رأيه أمر مختلف قال رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقيه إن خطر الحرب الأهلية يهدد السودان إن لم يتوقف القتال في البلاد وفي كلمته خلال مشاركته في اجتماع منظمة الإيجاد لبحث تطورات الوضع في السودان أضاف فقيه أن الأزمة التي يمر بها السودان تهدد المنطقة بأكملها مشيرا إلى أن المفوضية الإفريقية تبذل جهودا كبيرة لوقف العنف والقتال وأكد فقيه أن الأزمة السودانية تتطلب حلا سريعا وموحدا دون تأجيل مشددا على ضرورة تشجيع السودانيين على إجراء حوار وطني شامل لحل الأزمة نفذت القوات المسلحة السودانية عمليات تمشيط لنقاط لقوات الدعم السريع في عدة مناطق وأعلنت القوات المسلحة في بيان لها تكبيد قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية وحذر البيان من أن قوات الدعم السريع يرتدون الملابس المدنية ويستخدمون السيارات المدنية للتخفي وفي سياق المتصل استهدافت قوات الدعم السريع المناطق السكنية بمناطق الأزهري واسلم جنوب الخرطوم بالقصف المدفعي والصاروخي وذكرت القوات المسلحة السودانية أن الاستهداف أسفر عن مقتل مواطن وأصابة سلاسة أطفال إضافة إلى تضرر عدد من المنازل السادسة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها حلف النيتو يجري أكبر مناورة جوية في تاريخه لمواجهة التهديدات المحتملة لدول الحلف أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة القوات الأوكرانية إجراء استطلاع على محور ليتزرنسك وصد هجوم على محور سوليدار أتيوموفيسك كما أكدت الدفاع الروسية أن قواتها قضت على 470 عسكريا أوكرانيا ودمرت نحو 15 دبابة من بينها ثلاثة من طراز ليوبارد الألمانية إضافة إلى تدمير منظومة ستورمر البريطانية للدفاع الجوي وإسقاط طائرة هجومية قال وزير البيئة الأوكرانية إن منسوب المياه في البحيرات المستخدمة لتبريد مفاعلات محطة زابوريجيا للطاقة النوية مستقرة وكافية بالرغم من تراجع منسوب المياه في خزان سد كاخوفجا القريب من جانبها قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها بحاجة إلى الوصول إلى نطاق أوسع لمحيط محطة زابوريجيا للطاقة النوية للتحقق من بيانات منسوب المياه المستخدم في تبريد مفاعلات المحطة في سد كاخوفجا الذي تهدم في الأسبوع الماضية لا تزال تداعيات تدمير سد نوفا كاخوفجا في مدينة خرس تلقي بظلالها ليس فقط على البلدات المحيطة به بل امتدت أضراره إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية في بيان يثير القلق قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إنها بحاجة إلى الوصول على نطاق أوسع لمحيط المحطة النووية للتحقق مما اعتبرته تناقلا كبيرا في بيانات منسوب المياه المستخدم في تبريد مفاعلات المحطة عبر سد كاخوفجا الذي تهدم قبل زيارة المرتقبة له إلى المحطة النووية هذا الأسبوع قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي إن القياسات التي تلقتها الوكالة من مدخل المحطة أظهرت أن مستويات المياه في السد كانت مستقرة لمدة يوم واحد وأشار إلى أنه ومع ذلك أفادت تقارير بأن منسوب المياه مستمر في الانخفاض في مكان آخر من الخزان الضخم ما يتسبب في فرق محتمل يبلغ حوالي مترين موضحا أن الوكالة لن تعلم الحقيقة إلا عندما تتمكن فرقها من الوصول إلى محطة الطاقة الحرارية بالمحطة جروسي أكد أن محطة الطاقة الحرارية الموجودة بمحيط السد تلعب دورا رئيسيا في سلامة وأمن محطة الطاقة النووية على بعد بضعة كيلومترات ومن هنا تأتي الحاجة إلى الوصول والتقييم على نحو المستقل ووفقا للوكالة الأممية فإن مياه الخزان تستخدم في تبريد المفاعلات الستة بالمنشأة وخزان وقود المستهلك هنا رئيس روسيا فلاديمير بوتين المواطنين الروس بمناسبة يوم روسيا وأكد بوتين أن هذا اليوم يعبر عن وحدة الشعب السوري متعدد القوميات داعيا إلى دعم المشاركين في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يمثل هذا اليوم استمرارا لتاريخ عظمة ومجد الوطن الممتد لقرون ويؤكد وحدة شعبنا متعدد جنسيات اليوم وفي هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها روسيا هذه المشاعر توحد مجتمعنا بشكل أقوى وتدعم أبطالنا المشاركين في العملية العسكرية الخاصة حب الوطن والمسئولية عن مصير الوطن ورثناها عن أسلافنا الذين حققوا عملا عظيما وانتصارات عسكرية اليوم نحن نقدر وندرك تماما ما تعنيه إنجازاتهم وتصميمهم الرازخ في الدفاع عن عرضنا بحث رئيس الوزراء الأوكراني دانيس شمهال مع نظيره الكندي جاستن ترودو سبل مشاركة كندا في إعادة أعمار أوكرانيا وأضاف عبر موقع تيليجرام إنه قدم شكر لنظيره الكندي على تقديم بلاده 400 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية إلى كييف وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني أن الهجمات الروسية الأخيرة على سد نوفاكا خوفكا تمثل أكبر كارثة من صنع الإنسان في أوروبا في العقود الأخيرة أعلن بنك يوبي أس أنه أنهى الاستحواذ الطارئة على منافسه المتعثر كريدي سويس ليتحول إلى بنك سويسري عملاق بميزانية تبلغ 1.6 تريليون دولار كان يوبي أس هو أكبر بنك سويسري قد وافق في التاسع عشر من مارس على شراء منافسه الأصغر حجما مقابل ثلاثة مليارات فرانك سويسري وتحمل ما يصل إلى خمسة مليارات فرانك من الخسائر بعدما زج انهيار ثقة العملاء في كريدي سويس بالبنك إلى حافة الهوية ودفع السلطات السويسرية إلى التحرك لتفادي أزمة مصرفية أوسع نطاقة توقع بنك جي بي مورغن أن يرفع البنك المركزي التركي أسعر الفائدة إلى خمسة وعشرين بالمئة من ثمانية ونصف بالمئة حاليا في اجتماعه في سنة والعشرين من يونيو الجهري وأكد البنك الأمريكي توقعاته بدخول البلاد في حالة ركود في النصف الثاني من العام نتيجة تجديد شروط الاعتماد واجتماع سنة والعشرين من يونيو هو أول اجتماع مقرر بشأن السياسة النقدية منذ تعيين حفيظة غاية أركان في رئاسة البنك المركزية يبدأ حلف شمال الأطلنطي أهم مناوراته الجوية بهدف إظهار وحدة أعضاء في مواجهة تهديدات محتلمة لا سيما من روسيا تستمر المناورات حتى الثالث والعشرين من شهر يونيو وتضم نحو مائتين وخمسين طائرة عسكرية من خمس وعشرين دولة عضو في الأطلنطي وشريكة له إيرديفندر تلاتة وعشرين أكبر رسالة تحذيرية موجهة لروسيا من جانب حلف شمال الأطلنطي فهي المناورة الجوية الأكبر على الإطلاق للنيتو في تاريخه المناورات التي تستمر عشرة أيام حتى الثالث والعشرين من يونيو ستضم نحو مائتين وخمسين طائرة عسكرية من خمسة وعشرين دولة عضو في الحلف وشريكة له بما فيها اليابان والسويد الدولة المرشحة لعضوية الحلف ما يصل إلى عشرة ألاف شخص شاركون في هذه التدريبات التي تهدف إلى تعزيز توافقية التشغيل والحماية من الطائرات بدون طيار وسواريخ كروز في حال وقوع هجوم على مدن أو مطارات أو مواني وقع على أراضي الأطلنطي فكرة التدريبات انطلقت عام 2018 في إطار الرد على ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014 على الرغم من أنها لا تستهدف أي طرف على واجه التحديد وتجرى المناورات وسط ضروة الرحلات الجوية خلال فصل الصيف وتتفاوت تقديرات مستوى للطراب الذي ستسببه للحركة الجوية المدنية وتأتي هذه التطورات في ظل تقديرات مؤكدة ببدء أوكرانيا هجوما مضادا ضد روسيا مستخدمة أسلحة من دول النيتو وبالتزامن مع مرور 15 شهرا على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الرابع والعشرين من فبراير 2022 قال متحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في ميلانو إن الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سالفيو برلسكوني ستقام في كاتدرائية المدينة يوم الأربع القادم توفي برلسكوني في مستشفى سان رافايل عن عمره نهز 86 عاما حسب ما ذكرت صحيفة كورير ديلا سارا لإيطاليا ترجمة نانسي قنقر شهد النائب العام المستشار حماد الصاوي إجراءات استرداد جداريتين أثريتين في قضية دولية لنهب وتهريب الأثار بالعاصمة الفرنسية باريس جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها النائب العام لفرنسا لبحث أوجه التعاون الدولي القضائي بين البلدين خاصة في التحقيقات المشتركة التي يجريانها حول سلسلة من جرائم منظمة عابرة للحدود الوطنية ارتكبتها جماعة دولية منظمة متعددة الجنسيات تطلع بنهب وتهريب الأثار المصرية وغيرها عبر مختلف البلد استقبلت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب دكتورة رشا راغب طالبة منات الله عماد الحاصل على المركز الأول في المرحلة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ كانت الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة قد أصدرت بيانا صحفيا مشتركا للإعلان عن التزامها مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للطالبة المتفوقة في كافة مراحلها التعليمية القادمة حتى تخرجها من الجامعة في إطار المبادرة الرئاسية لتبني الموهوبين أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية اليوم امتحانات الدور الأول من العام الدراسي الحالي في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية وكشفت وزارة التربية والتعليم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من ضبط حالة غش إلكتروني واحدة لطالب في لجنة بمحافظة الشرقية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده تفقد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة لجان امتحانات السنوية العامة في عدد من لجان مدارس مدينة العريش وأكد المحافظ على انتظام سير الامتحانات دون شكاوة مشيرا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتوفير زائرة صحية بالمدارس التي بها لجان لسنوية العامة وكذا تواجد سيارة إسعاف بمحيط تلك اللجان احنا النهاردة اول يوم في امتحانات شهادة السنوية العامة واحنا عندنا في محافظة شمال سيناء 15 لجنة فرعية وحوالي 3800 طالب اللي موجودين اللي بيقدوا الاختبار النهاردة انا تفقدت اللجان كان بس عشان نتأكد ان كل وسائل وصبل الراحة متوفرة وميسرة ونشوف اي برضو طلبات لسادة ضيوفنا اللي هم المرأبين اللي موجودين فاحنا الاستراحات معمولة على اكمل وجه وكل قطاع ليه فيه استراحة بحيث يبقى ريب من المكان بتاعه وان شاء الله يؤدى الاختبار بخير ان شاء الله والناس يعني تهدي بخير وان شاء الله اللي بزن مجهود ان شاء الله ربنا يتحق اطلقت مبادرة ابدأ بالشراكة مع الاكاديمية الوطنية للتدريب واحدى الشركات العاملة في مجالات التنقيب عن البترول الدورة التدريبية الاولى من برنامج مخصص للمستوى الاداري بالمصانع وضعت 25 متدربا من العاملين بالمصانع التي انشأتها ابدأ لصالح توطين الصناعة تستهدف فعليات الدورة التدريبية اكساب المتدربين الخبرات العملية والمهارات الفنية اللازمة لتطوير انماط التفكير التي تمكن من حل المشكلات بما يمكن المتدرب من ان يصبح جزءا من مجتمع المستقبل المتنامي من القادة وصناع التغيير جهود غير مسبوقة قامت بها مصر في طريقها للعبور نحو العالمية في مجال الخدمات اللوجستية لتقديم تجربة فريدة ونموذجا حائز على اشادة عالمية يعتبر تطوير القدرات اللوجستية المصرية واحدا من اكثر الملفات التي شهدت نجاحا كبيرا بالتزامن مع سعي مصر نحو التحول الى ان تكون مركزا مهما للتجارة العالمية ترجمة نانسي قنقر 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 اطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة انت الحياة في محافظة سهل توفر المبادرة خدمات كثيرة بالمجان لأهل المحافظة ومنها استخراج بطاقة الرقم القومي وامتحانات محو الأمية وملتقى توظيف للشباب وقوافل طبية كما توفر غيرها من الأنشطة والفعليات بفعاليات مجتمعية متنوعة وخدمات صحية متكاملة انطلقت مبادرة انت الحياة في محطتها السادسة بمدينة المنشأة التابعة لمحافظة سهاج من خلال مؤسسة حياة كريمة لتقدم أشكالا مختلفة للدعم للأهالي الأولى بالرعاية أكبر قافلة تنموية موسعة بنستهدف فيها أكثر من 20 ألف مواطن عندنا أنشطة كتير بالتعاون مع العديد من الوزارات معنا وزارة التربية والتعليم وزارة الشباب والرياضة وزارة السقافة صندوق مكافحة الإدمان معنا وزارة الصحة اشتغلنا على كافة الخدمات اشتغلنا على الخدمات الطبية وخدمات توعوية النهاردة مؤسسة حياة كريمة بتوزع 15 ألف كرتون على 15 ألف مواطن من الحروب النهاردة فيه ملتقى توظيفي بمشاركة 15 شركة للتوظيف العمالة بملكز المنشأة وحافظة السهاج قوافلة طبية مستمرة بتخصصات مختلفة قدمتها حياة كريمة لأهالي المنشأة عم نلقى في الأطبية ممتازة وأساعد الناس الفقرة في كتير طبعا وبره في الشارع عم وصنين مياه الناس وجمين كهرباء لبيوت وبنين بيوت كل كرم وكل حنام والله أحسن حياة كريمة جيت كشفته وأنفه وإذن وحنجرة الوضع برضو حلو يعني برضو الناس كويسة بتستقبل الناس كويس وأيضا ملتقى للتوظيف وحوار المجتمع مع المواطنين بحضور ممثلي حياة كريمة بشكر كل اللي جوم هنا وهوتي وقبلونا واحترام وكل حاجة حلوة جيت عشان خاطر أنا عايزة وظيفة الجوزة يعني العايزة يكشفوا علاج ووظائف وفلوس وكل حاجة وسددوا عليكم ربنا يسترع معهم وربنا يخليهم ودي دليل على أن الحب في القلب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دايما إنجازاته كبيرة جدا ومن ضمنها مشروع حياة كريمة اللي بمس ظروف الإنسان المصري مساعدات للغارمين والغارمات والاهتمام بأطفال المدينة الترفيهيا ورياضيا وتوعويا كانت على رأس أولويات أنت الحياة بمدينة المنشأة التي شهدت توافد أكثر من عشرين ألف مواطن مستحق بالنسبة للأطفال بنقدم لهم خدمات يعني منها ممارسة الرياضة وفي حد مثلا تعبان فيهم بيبقى فيه كشف دوري عليه أنا جاء يستلم هديات من حياة كريمة وهم بيعاملون آخر كلام وفي ختام يوم أنت الحياة مع مدينة المنشأة كانت حياة كريمة سببا في تجميع الأهالي بمركز شباب المدينة لمشاهدة مباراة النادي الأهلي مع الوداد المغربي الحاسمة للحصول على لقب بطل إفريقيا في أجواء يسودها الود والفرحة والأمل في فوز ناديهم المصري يعرضتنا أربع الشاشات النهاردة جدامكم وهم يعني من الشاشة الكبيرة هي وعرضتنا يعني ما شاء الله لحد جلت معكم من الصبح النهاردة من أول اليوم شغل النشاطات الله أكبر كل النشاطات موجودة حتى في الرياضة النهاردة بسم الله ما شاء الله عليه حياة كريمة تهتم أنها تتوفر مكان كويس كده بالحجم ده على سخطر الناس يتفرجوا على المصر فهذه من الحاجات الكويسة جدا جدا تأتي مبادرة أنت الحياة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير قرى الصعيد والريف المصري من خلال مؤسسة حياة كريمة لتنطلق وبشكل متكرر قوافر دعم للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا بالتكامل مع أجهزة الدولة كافة لتوفير حياة كريمة للمصريين كما اختتمت مبادرة أنت الحياة فعلياتها في مدينة دمنهور والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لتقديم أنشطة توعوية للأطفال والسيدات وكبار السن هذا وشهدت المبادرة إقبالا متزايدا من المواطنين لاستفادة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها أنت الحياة مبادرة تستهدف تقديم أنشطة توعوية للأطفال والسيدات وكبار السن مبادرة توعوية تأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة لهم وضمن جهود مؤسسة حياة كريمة المستمرة لبناء الإنسان المصري قبال منقطع النظير نحن النهاردة اليوم الثالث الوقت لما بنتكلم أن الساعة 11 ونص وإلى الآن ألف تسكرة تم قطعهم تم الكشف على أكتر من 800 مواطن إلى الآن النهاردة بس إمبارح كان إجمالي اليومين 1986 مواطن جلنا القافلة الأهم ما زال أنه موجود عندنا في القافلة هنا معنا 17 عربية متنقلة بالعيادات المتخصصة بتاعتهم فيها 14 تخصص مختلف موجودين معنا من استشاريين وأخصائيين موجود معنا معمل تحليل موجود الصيدلية موجود عربية للتسجيل الطبي على أساس يبقى كل حاجة عن الحالات موجودة معنا قرية الأبعادية بضمنهور شهدت أقبالا متزايدا من المواطنين على المبادرة للاستفادة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها قدمت المبادرة خدماتها المختلفة لأهالي القرية وعلى رأسها الخدمات الطبية والتوعية الصحية حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانا وعلى صعيد آخر تم عمل قوافل توعوية وثقافية بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل حرفية تعد مبادرة أنت الحياة أول فعالية توعوية تستهدف توعية المرأة والشباب والأطفال وكبار السن من الناحية الاجتماعية والصحية والنفسية والدينية وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية شهدت محافظة أسيوت انطلاق أولى رحلات مشروع المكتبة المتنقلة لمكتبات مصر العامة للشوارع والمدارس ومراكز الشباب وذلك بقرى مبادرة حياة كريمة بمحافظة أسيوت تحتوي المكتبة على أكثر من 9000 كتاب في مختلف المجالات وتسعى من خلال قوافلها الثقافية إلى اكتشاف مواهب الأطفال في المدارس في كل المجالات الإبداعية كان يوم مميز وكان يوم جميل وشرفت المدارسة بزيارتهم ونفذوا التلاميذ بعض الأنشطة وكانت المكتبة في حضور الزملاء الضيوف إمعا إلى دور المكتبة المتنقلة وتوجيهات القيادة السياسية في إطار مبادرة حياة كريمة واللي هي اللفة فيها خلال قرى حياة كريمة بمحافظة أسيوت بنحاول نعمل نشر ثقافي ووعي اجتماعي للأطفال بالمشكلات القومية وقضايا الوطن بنحاول نبرز الأطفال أهمية المواطنة والانتماء للوطن نحن مبسوطين جدا أن المكتبة المتنقلة زرتنا في مدارسة العبور فيها العديد من الكتب ممتعة جدا وهم شغلونا يعني يعلمونا الكثير من المهارات كما انطلقت في محافظة سهاجة فعليات مبادرة انت الحياة بمشاركة 15 ألف شاب من أبناء مركز المنشأة بمحافظة سهاجة خلال الفعالية تم توزيعه 15 ألف كرتونة مواد غذائية بالإضافة إلى توزيع 10 ألاف وجبة غذائية وتوزيع الألاف من الألعاب على الأطفال إضافة إلى تقديم مساعدة طبية وعمل لقاء مجتمعي وتنظيم ملتقن وتوظيفي وحفل موسيقي والآن نتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد باقى من أخبار المال والأعمال بصحبة مصطفى ميزار إليك مصطفى شكرا محمد عبدو وشكرا هبة حسين أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة اقتصادية جديدة في النشرة السادسة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله بشأن صرف إعنات نقضية بقيمة 8500 جنيه لكل مواطن مصري وكذا المركز على أن كافة المنح والمساعدات التي تقدمها الحكومة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدود الدخل ويتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء عدداً جديداً من سلسلة رؤى على طريق التنمية بعنوان خريطة طريق لتحفيز مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر تتسم هذه التسلاة بالطبع البحثي التطبيقي كما تسم في تحقيق رسالة المركز في دعم متخذ القرار من خلال تكامل الجهود البحثية بين الخبراء المتخصصين والباحثين بالمركز وذلك بهدف إثراء جهود الدولة المصرية في شتى مناح التنمية كما تستهدف الوصول لاستراتيجيات عمل متكاملة وبناءت تستند على آليات عمل مبتقرة قابلة للتنفيذ من قبل مختلف مؤسسات الدولة التقى نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحراء عمر نور الدين مع وفد من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وذلك لبحث وضع الاستثمارات السعودية في مصر وفرص تنمية الاستثمارات القائمة وضخ استثمارات جديدة وخلال اللقاء أكد نائب رئيس هيئة العامة الاستثمار والمناطق الحراء على أن الهيئة ستقدم كل أشكال الدعم لإنجاح الشراقة الاستثمارية المصرية السعودية وستكون بمثابة حلقة الوصل بين الجانب السعودي ومجتمع الأعمال المصري مضيفاً أن البلدين شهد طفرة تشريعية وتنفيذية لتمكين رواد الأعمال من تأسيس وتنمية شركاتهم وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قائدة للنمو كما يخلق هذا فرصة عمل قوية لتحقيق نجاح مشترك بين البلدين أعلنت إدارة البرصة المصرية عن انتهاء حل العطل الفني والذي تعرض له نظام التداول خلال جلسة اليوم كما أعلنت البرصة عن استئناف التداول غداً ثلاثاء في الموعيد المعتادة مع تأكيد إدارة البرصة على أنه سيتم الاعتداد بكافة العمليات المنفذة خلال جلسة اليوم وحتى توقف نظام التداول في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي يحاول المستثمرون معرفة اتجاه البنك فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة في حين تأثرت السوق بمخاوف إزاء نمو الطلب على الوقود في الصين وزيارة إمدادات الخام الروسية هذا وقت رجعت العقود الأجلة لخام برينتي بنسبة 2.5% إلى 72.88$ للبرميل كما هبط خام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بما نسبته 82.8% ليصل إلى 71.98$ للبرميل كما تراجعت كذلك أسعار المازلت عالمياً بنسبة 1.30% لتصل إلى 2.33$ للتر وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 93.100% لتسجل 2.23$ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وفق البرلمان العراقي على ميزانية عام 2023 التي تبلغ 118.9$ من 10 تريليون دينار أي ما يوازي 153 مليار دولار تشمل إنفاق قياسياً على فطورة أجور حكومية متزايدة ومشروعات تنمية تهدف لتحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية في العراق وفقاً لمشرعين وثيقة الميزانية يقدر عجز الميزانية بنحو 64.36% دينار عراقي وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز ميزانية مشجل في عام 2021 وقال مشارعون إن الميزانية تستند إلى سعر نفط 70 دولار للبرميل وتوقعات بتفضيل 3.5 مليون برميل نفط يومياً منها 400 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة ونعود للإستكمال ما تبقى من أخبار مع الزملاء محمد شكراً لك مصطفى تشتهر وحة سيوى بملحها الصخرية الذي يعتبر سروة معدنية متجددة تسكن مناجم باطن الوحة فضلاً عن أشجار الزيتون التي يتم استخدامها في صناعة المنتجات التي تزين المنازل بأنامل ذهبية وصبر كبير وحرفية متقنة يحول هؤلاء الرجال الملح الصخرية وأشجار الزيتون إلى لوحات فنية مبهرة وأدوات للاستخدام المنزلية أبناء مدينة سيوى برعوا في تصنيع تلك الأشكال التي تزين المنازل والفنادق والمنتجعات البيئية بالواحة من ضمن هؤلاء عيسى عبدالله موسى وهو حرفي في صناعة الملح الصخري والأخشاب بواحة سيوى كان قد بدأ هذه الصناعة منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً صناعة الملح بدأتها في أواخر التسعينات فكان اكتشاف صدفة وبدأت بصنع الشمع كهدايا لي والأصحابي والجيراني والفكرة بدأت تطلب فتطورتها شوي شوي وجبت أعمالها اتنين ثم ثلاثة وثم أعمالها تراوح من سبعة لعشر أفراد وبعدما تحولت صناعة منتجات المنازل من الملح الصخري إلى حرفة لعدد من أبناء الواحة تطورت الصناعة بشكل كبير وهو من عكس على الإقبال على اقتنائها من قبل المصريين والأجانب خلال زياراتهم للواحة الخضراء شغل في ملح الصخري وخشب أنا بداية شغل الملح أعلمت بنيت وعندي مجموعة كده بدأت أعلمهم بعدما أتعلمت بدأنا نعمل أبجرة ملح وحاجات حوامل الشمع وبنعمل أطبق خشب وأبجرة خشب من الطعامة بالملح وتشتهر واحة سيوة بملحها الصخري الذي يعد ثروة معدنية متجددة تسكن مناجم باطن الواحة فضلا عن أشجار الزيتون التي تستخدم في العديد من المجالات ختام نشرة السادسة وهذا تذكير بأبرز عنوينها مدبولي يستقبل نظيره العراقي في مستهل زيارته لمصر عشية تنعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة برئاستيهما شكري يشدد على ضرورة تضافر الجهود لوقف التصعيد المستمر في الأراضي المحتلة ويطالب بخلق مناخ داعم لإعادة إحياء عملية السلام رئيس المفاوضية الإفريقية يحذر من عواقب الأزمة السودانية على المنطقة ويطالبه بحوار وطني شامل لحل الأزمة نهاية نشرة السادسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين اشتركوا في القناة